أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد وترى الظالمين لما رأه العذاب ويقولون هل إلى مرض من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الظليات وقال الذين آمنوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِعُوا أَنْفُسَهُ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِعُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الْخَالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُطِيمٍ وَمَا ثَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَوْصُونَهُمْ مِنْ وَمَنْ يُطْلِمِ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ سَبِيلِ إِسْتَجِبُوا لِرَبِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْلَامَ وَدَّنَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئِ يَوْمَيْذِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَجِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ